موسيقى 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 السلام عليكم السلام عليكم سهلا شرف فضلين معي معكم عمل من العراب مؤمل نعم مؤمل شيعي 12 نعم الحمد لله موضوعنا اليوم بنقول في سؤال لماذا او مين عرفنا من المراجع يستحق ان يكون قائدا للامة الاسلامية والشيعية اذا رشحت مرجع ترشح مين يا مؤمل من هو المرجع التي طرح حاليا فيه الصلاح لقيادة الامة الاسلامية من يكون هذا المرجع وهل يقودها الى خير ام يقودها الى شر والله يا سيد اشرف يعني سؤالك جميل سؤالك محصور اما اذا لم يوجد فقط يعني انت ترى انه لا يوجد انه لا يوجد مرجع يستحق ان يقود الامة الشيعية حتى بداش الاسلامية كلها الامة الشيعية حتى نحن نتكلم انت ترحل سؤالك على المسلمين جميعا اما المسلمين جميعا انا بقول لك اقود الامة الاسلامية من يرى في الشيعا من المراقع حاليا فيه الصلاح لقيادة الامة الاسلامية الى الخير طبعا لا بد تترتب هناك مواصفات ليقود هذه الامة انسان مثل مراجع المراجع يتصفون بصفات مثل الزهد ازهد الناس فيهم واصدق الناس فيهم ويقود الامة من هو كثير من مراجع الشيعا هم يتصفون كما قالت بعض علماء السنة ان المراجع الشيعا يتصفون بصفة الزهد اكثر من مراجع السنة ماشي سابنا من الكذبة دي بس من هم سميلي المراجع عزيز المراجع الشيعا كثيرون من هم المضوة ومن هم موجود على احنا هندور على الميت بقولك على الحيل حاليا مش هندور على المات احنا بتكلم في الحالي الحي الحالي من هو دين اسماء نعم كثيرون عندك المرجع الفياض عندك بشير النجبي السيد السستاني دا ما اظل بشير النجبي السستاني نعم من فيهم بقى يعني من يرى مؤمل ومؤمل انا اعتقد ان كنت كنت قلتين انك سيد قبل كده صح نعم لست بسيد لست بسيد طيب الفياض ولا بشير النجبي ولا سستاني يستحق السادع العزيز كثير من علماء الشيع يا الله يا وليه يعمل حج طالما كثير لماذا لم يجرشح الشيعة مرجع لكيادة الامة الاسلامية او كيادة الشيعة تمام ويكونوا جميعا تحت مظلق مرجع واحد لماذا لم يفعل الشيعة ذلك المرجع بالنسبة القيادة التي تتفضل بها قيادة الامة بأمور الدنيا او المرجع يقيل الامة دينا ودنيا ام دنيا فقط المرجع هو يvityر امور الدين والدنيا لكن كنت متغيرل تطير كان المرجع يقيد المسلمين دينا ودنيا تفضل لماذا لم تجتمع الشيعة على مرجعية واحدة تمام تقود الشيعة لينا ودنيا. عزيز بالنسبة هذه قضية الفقهاء انت لا تستطيع ان تحصل الفقه في رجل واحد. انا ما بكشوف بكلمك في قضية مهمة جدا. لماذا اختلف الشيعة حول المرجعيات رغم انهم جميعا شيعي اثنى عشرية من المفترض ان يقدموا الذين يروه فيه الصلاح لقيادة الشيعة على مستوى العالم. ويقود الشيعة دينا ودنيا على مستوى العالم. تمام? او على المستوى الدولي الذي يعيشون فيه. لماذا? استاذنا الفاضل انا بكلم دلوقتي في الامامة عندك والحكم عندك دين ودنيا. الان لماذا الشيعة لم تكن تحت مرجعية واحدة واختلفت الى اكثر من عشرين مرجع. لماذا? لم تقدموا مرجع واحدة. هؤلاء فقهاء الله سبحانه وتعالى في القرآن الكلم يقول لو لا نفر من كل فرق ليتفقوا في الدين وينذل قومهم اذا رجعوا. هذي ما لها علاقة بالسياسة. هؤلاء فقهاء المحمد. يعني الايمة ليس لهم علاقة بالسياسة ايضا? لا. انت يعني انت انت تتكلم عن البعيد اول شيء لامام غير. تمام معلشي الاية اللي انت قرأتها دي الاية اللي انت قرأتها. اسمع يا مزمد. اسمع يا حبيب. الان انت قرأتها دي تفسر عندك في الايمة. ليش فسرتها في المراجع? من وجه لك? افتح التفاسير. افتح التفاسير وقرأ لتفسيرها. يلا. نعم انت اظن يسغل افتح التفاسير. افتح التفاسير. يلا. نعم. نفتح له التفاسير. افل الخط. طب انا اقول لك افتح التفسير. روح تفين يا مزمل? افل الخط. الله المستعين.